حكمت المحكمة لصالح المحامية هدى نصر الله بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط في مصر بعد أن كانت تطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين منذ عقود وكانت هدى قد رفعت دعوة لتوزيع تركة والدها تساويا بينها وبين شقيقها وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو مينا ثابت ناشط حقوق مصري مساء الخير مينا وأهلا بك إذن بداية قضية طبعا هدى فيها بصيص من الأمل لكن برأيك هل هي استثناء خاصة وأنها المرة الأولى التي تحصل بالإضافة إلى مرة أخرى في العام 2016 فقط هي طبعا بتأتي هذه القضية أو بتأتي الانتصار في هذه القضية لما حدث في عام 2014 بإدخال المادة الثالثة من الدستور المصري اللي بتنص على احتكام المسيحيين واحتكام غير المسلمين من المسيحيين اليهود ليه شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية واختيار القادات الدنيا فدي جد كنتيجة عليها وبنيت كنتيجة قانونية عليه رغم أنه في منظومة التشريع المصري لفترة طويلة جدا كان قبل ما يحصل توحيد جهات التقاضي في مسألة الأحوال الشخصية كان بيحصل احتكام لقاعد منظمة للمجالس الملية قبل عام 1955 لشرائع المسيحيين واليهود شرائع المنظمة لأحوال الشخصية كان بيتم المساواة بين الرجل والامرأة فيما تعلق بموضوع الإرث لكن بعد كده اتجه التشريع لتطبيق شرائع الإسلامية التي لا تساوي ما بين الرجل طب لماذا؟ هناك طبعا بتطبيق المحاكم للشريعة الإسلامية هناك خرق للمادة الثالثة من الدستور كما تحدثت حضرتك إذا كان المتقاضين أو إذا كان هذا ما يحصل منذ عقود في مصر بما يخص الأقباط وموضوع الميراث طبعا الحجة أن الشريعة المسيحية تخلو من مواد واضحة بما يخص الميراث هل فقط هذه هي الحجة ليخترق القانون الدستور؟ يجب أن يكون هناك حجة بالفعل منطقية لا هو الحقيقة هو في النهاية الشرائع والأديان يعني هذا الجزء بيأتي لنظر نقول أنه هو نوع من التحيل لأنه في النهاية تفسير الشرائع وتفسير الأديان ومقاصد الشريعة وما إلى ذلك هو في النهاية اجتهدات بشرية واجتهدات لناس يعني بتقول أنه والله يا ربنا عايز كده أو أن هذا الرأي في النهاية لكن مبدأ المساواة كمبدأ دستوري بحد ذاته وهو كفيل أنه يساوي ما بين الرجل والمرأة حتى لو كان داخل الشريعة الإسلامية في حد ذاتها لكن للأسف اللي نحن نشوفه النهاردة حتى شفنا في دول عربية زي في تولس على سبيل المثال لأن هناك حملة لمساواة الرجل والمرأة نعم أثارها الرئيس الراحل إلا أنها تسببت بردود فعل غاضبة خاصة من الأزهر لأنه في النهاية يعني الرجالة دايما بتحب أنها تحافظ على على امتيازها الموجود والمكتسب واللي بيدهولها المجتمع أنه هو في موضع تمايز أفضل من المرأة ولكن حقيقة الأمر أنه أنه يفترض أن فيه هناك مساواة ما بين الرجل والمرأة فجزء أساسي من هذه المساواة أن يكون هناك مساواة ما بين الرجل والمرأة في موضوع الإرس فيما يتعلق بالمسيحيين الأمر مش فكرة شريعة مش وجود شريعة بالمفهوم الإسلامي ولكن هناك مبادئ يعني فيه مبادئ ومبادئ عامة حاكمة لفكرة كيف يرى كيف ترى المسيحي رجل والمرأة ويعني بشكل كامل بتعتمد على فكرة المساواة فبالتالي موجود في الشراء أو في التشريعات القديمة موجود اللي هي زي لايحة 38 اللي هي سلغات دلوقتي بتنظم مسألة حول الشخصية بالنسبة لمسيحيين موجود فيها قواعد واضحة وصريحة بتساوي ما بين الرجل والمرأة في موضوع الإرث طب ما الذي دفع طبعا المحكمة إلى الحكم مناصفة بقضية هدى وبالقضية الأخرى في العام 2016 يعني ما الجديد فيما تقدمت به هدى غير أنه هي طبعا المحامية الجديد هو زي ما قلت لحضرتك هو المادة الثالثة من الدستور المصري اللي تم تعديله وأقرت بأنه هذه المسائل مسألة حول الشخصية والإرث والإرث بيقع ضمن مسألة حول الشخصية لكن عادة لا تحترم هذه المادة مش كل المحكم بتاخد بيها يعني في النهاية القاضي يحكم بالقانون لا يحكم بالدستور ولكن أيضا القانون الذي يحكم به اللي هو اللقاحة 38 اللي هي بتنظم مسألة حول الشخصية المساحيين هي أيضا تساوي في الإرث ما بين الرجل والإمرأة ولكن في كثير من الأحوال في كثير من الأحوال بيتجه الناس أنه بيبقى عايز يعني ياخد الامتياز اللي موجود في الشريعة الإسلامية أو في القوانين الشريعة الإسلامية وأنه هو ياخد ضعف أخته مثلا نعم هناك رأي أيضا يقول أنه مقاومة إذا بدك هذا القانون ليس فقط في الجسم القانوني أو القضائي وإنما أيضا في المجتمع الذكوري الذي يتحين الفرصة ليحصل على ضعف ما حصلت عليه أخته إذن هي عقلية مجتمع أكثر منها برأيك قوانين هو في النهاية الزكورية أو المفهوم المعادلة النفاء أو ما ذلك ده حاجة موجودة جوى المجتمع وده بينعكس على التشريعات القوانين لأن المشرع رجل فبالتالي هيكون عنده اتجاه أكثر أنه هو يشرع حاجات تحافظ على امتيازاته هو كرجل جوى المجتمع القاضي رجل فبالتالي هيتجاه لأنه يعني حاجات كلها هي الموضوع عميق جدا داخل مجتمعاتنا وده مجتمعات كلها مش بس مجتمعات الشرق الأوسط يعني في كثير من الدول الغربية وكثير من الدول المتقدمة ما تزال النساء بتعاني من عدم المساواة بتعاني من التمييز وبتعاني من العنف وما إلى ذلك فهذه يعني خلنا نتعام معا أنه مرض موجود داخل المجتمع وفكرة أنه لما بيكون حد عنده امتياز بيحاول يحافظ عليه وبيحاول بكل الطرق وما إلى ذلك فده الموجود فيه وخاصة في غياب بيظل غياب قوانين حاسمة في هذا الشأن فيستغل طبعا أتمنى أن تبقى معنا مينا نذهب الآن إلى رانيا الدريدي ومعلومات أوفة طبعا حول الأقباط في مصر ثم نعود لاستكمال النقاش يشكل المسيحيون في مصر والذي يلقبون غالبا بالأقباط يشكلون أكبر تجمع مسيحي في المنطقة العربية وأحد أكبر التجمعات المسيحية في العالم الإسلامي ينتمي أغلب الأقباط للطائفة الأرثودوكسية ويمثلون ما بين 10 إلى 15% من سكان مصر الذي تجاوز عددهم المائة مليون نسمة يشتكي المسيحيون في مصر باستمرار من التهميش وغياب القوانين التي تحمي حقوقهم المدنية فعدم وجود قانون للأحوال الشخصية مثلا يعقد عليهم قضايا اجتماعية مثل الزواج والطلاق والميراث وعلى الرغم من أن الدستورة المصرية ينص على الاحتكام لشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدلا عنيفا لتطبيق هذه النصوصة وفي هذا الشأن أصدرت محكمة مصرية في شهر يناير الماضي حكما يقضي بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط في مصر والمساوة بين الجنسين في الميراث وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الدستور المصري الحالي يقر بتطبيق مبادئ الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين وكانت الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث تطبق على المسيحيين في مصر وينس قانون يعود إلى منتصف أربعينيات القرن الماضي على أنه باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى فإن قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين أحدى القضايا المعقدة أيضا لدى الأقباط فهي مسألة الطلاق إذ يحرم الألاف من الأقباط من حقهم في الطلاق والبحث عن الزواج الثاني منذ عام 2008 وذلك نتيجة قرار البابا شنود الثالث بعدم جواز الطلاق إلا لسببين اثنين هما تغيير الملة وعلة الزنا ملغيا بذلك لائحة 1938 والتي كانت تنص على ثمانية أسباب للطلاق ويقوم الزواج المسيحي على عقد زواج مدني وكنسي في الوقت نفسه الأول تنطبق عليه قواعد الصحة والبطلان المعمول بها في القوانين الوضعية ويجوز فسخه أو إلغاؤه أما العقد الكنسي فهو سر مقدس ليس لإرادة أي من طرفيه دخل في تعديله ولا ينتهي أثره حتى بوفاة أحد طرفيه لأنها رابطة إلهية أبدية كما يطلق عليها شكرا ليرانيا على هذه المعلومات وأعود إلى مينا ثابت الناشط الحقوقي المصري مينا ما دور رجال الدين الأقباط بهذا الموضوع تحديدا موضوع الإرث موضوع الإرث وموقف المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية حتى وإن كان هناك خرق للدستور هو يعني خلينا بس نكون واضحين هو في النهاية الرجل الدين في النهاية هو دوره روحي دوره إرشادي يعني إن كان يعني بيرشد الناس أو إنه هو بيقول كلام متعلق بالجزء الديني أو الروحي فقط إنما مسائل ياريت لو رجال الدين فعلا فقط هاد دور نهو إحنا في النهاية لازم إحنا نصدق إن ده دورهم ولازم إحنا ندفع في اتجاهنا ده يكون الدور بتاعه ففي النهاية المسائل سواء كان المراس أو المسائل حول الشخصية أو ما لذلك هذه مسائل تنظم من خلال القانون وإذن ومن يطبق القانون هي السلطة أو الدولة يعني فبالتالي هذه هي المواضلة وهذه ده دي الأساس إنه مفروض نحن عايشين في دولة قائمة على قانون ودستور فبالتالي المسئولية الحكمة ما بين الناس ومسئولية تنظيم العلاقات ما بينهم ومسئولية أعطاء كل ذي حق من حق وهو دي مسئولية الدولة بالأساس مش مسئولية رجال الدين لكن يعني ها إذن يعني أنت كأنه أيضا عم تعتبر أنه مسألة الأقباط بموضوع الميراث هي أعمق من الميراث نفسه هي مسألة أنه أيضا الدولات ميالة إلى طبعا تهميش بعض الفئات للمجتمع وممارسة سلطة قمعية ما عليهم صح؟ يعني نعم 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 العنف الطائفي أو مسألة التمييز ضد المسيحيين ولكن هو مرتبط أيضا بمسألة حرية الاعتقاد أو بمسألة اعتبار المسيحيين المواطنين غير كامل للأهلية وبنتعامل مع المسيحيين على أنهم تابعين للكنيسة واتابعين للمؤسسة الدينية يمثلهم رادور الدين ويمثلهم يعني يعني رئيس الطائف الدينية بتاعتهم فبالتالي هو هنا مش بيتعامل مع المسيحيين في إطار المواطنة أو في إطار أنهم مواطنين بيعيشوا في بلد محكوم بدستور وقانون هو بيتعامل في إطار منظوم زمية اللي انتهت من مئات السنين ولكن هذه متزال إلى حد كبير في عقلية وزهنية سلطات الحكم في مصر واللي بنشوفها كمان بتطبق في أشكال كتيرة جدا اللي من ضمنها مسألة حوال الشخصية وده برضو جزء من التطور التاريخي أو التطور التاريخي لمسألة تقادي في مسألة حوال الشخصية واللي بعد عام خمسة وخمسين استمرت المحاكم تطبق مسألة حوال الشخصية بنفس القواعد اللي كانت مطبقة سابقا اللي هي كانت بتطبقها المجالس الشرعية والمجالس الملي السوري المحاكم الشرعية والمجالس الملي لغير المسلمين وفكرة اعتماد التشريع المصري في مسألة حول الشخصية على تشريعات دينية بالأساس هي دي الجزء الحاكم لهذا الأمر واللي مع موقف الدولة أو مع موقف السلطة من الأقليات الدينية في مصر هنا تبدأ تظهر مشاكل وما بيكونش فيه تعامل بشكل قانون له طابع مدني أكثر مش طابع ديني مع مسألة حول الشخصية ومع المواطنين طبعا البعض أظهر تفاؤلا ما أنه بعد قضية ما حصل مع المحامية طبعا هدى نصر الله وهي سابقة أعتبر أن هذا يعني أن المشكلة حلت وأنه أي قضايا مستقبلية لها علاقة بالميراث ستحل بالطريقة نفسها وسيحكم فيها بنفس الطريقة هل توافق على هذا التفاؤل ما نتمنى يعني ده نتمنى يعني دايما أنه في مسألة حول الشخصية للمسيحين أنه يتم مساواة الرجل بالمرأة أو نتمنى كمان للمسلمين أن يتم مساواة الرجل بالمرأة نعم يمكن يعني كل حاجة ممكن في نهاية التشريع ده نحن ما نصنع من يصنع التشريع إحنا كمواطنين عايشين في بلادنا وناس بتشرع المشرع ده في نهاية إنسان فهو اللي يقدر يشرع الكلام ده واللي بيفسر الدين كمان ده إنسان بس هل للمواطن أي رأي أو تأثير في بلادنا خاصة طبعا يعني هو المواطنين بيصنعوا كل حاجة المواطنين صنعوا صورات والمواطنين هم اللي بيصنعوا التغيير فبالتالي والنهاردة اللي احنا بنشوفه ده أو الإنجاز اللي عملته الأستاذة هدى ده نتيجة لدأب وتعب ومثابرة ونتيجة اجتهاد فبالتالي قدر أنها تحصل على حقها وما كانش الأمر بالسهل وفضلت فترة طويلة تكمل علشان توصل للمجهود ده وكمان في محاكم قبل كده كمان طلعت أحكام لصالح المسيحيين فهي الأمر بيبدأ أنه هي بداية الحكم السابق وهذا الحكم وهتبقى فيه أحكام أتوقع أنه تبقى فيه أحكام كمان في المستقبل تبقى بداية لأنه تبقى قاعدة وأنه ده يبقى العادي النورم اللي هو هيحصل بعد كده واللي نتمنى أنه هو يكون كمان نورم يحصل في مسألة حول الشخصية بشكل عام أنه نتجه الاتجاه أكثر مدنية ونبتعد عن فكرة الاحتكام في موضوع حول الشخصية والمواريس اللي احتكام ليه؟ فكرة الشراء الدينية لأنه في النهاية نحن عايشين في بلد بيحكمة دستور وقانون فيجب أن يكون الأمر منطلق من مبدأ المساوية وهو مبدأ دستوري أصيل موجود في كل الدستور المصرية بداية من أول دستور وضع لمصر حتى هذا الدستور ومبدأ المساوية لمبدأ أساسي فيجب أن تنعكس أيضا أن ينعكس هذا المبدأ أيضا على مسائل المسائل الأحوال الشخصية والمواريس نعم مينا طبعا نحن نتقاسم معك هذا الأمل وهذا التفاؤل نتمنى أنه تكون قصة هدى فاتحة لمستقبل خلينا نقول عادل للمرأة في مصر وفي كل دول العالم إذن شكرا جزيلا لك شكرا